رحل اغتيالات تدور من جديد في سيئون ثاني اكبر مدن محافظة حضر موت والتي اصبحت مسرحا لفرق الموت الصامت منذ سنوات تشهد المدينة عمليات اغتيال متكررة لم تقتصر على استهداف المسؤولين وقوات الجيش والامن بل طالت المدنيين وهذه المرة كانت ضحية شقيق عضو مجلس الشورى والقيادة في حزب الاصلاح صلاح باتيس كان جاميل باتيس يسير في المدينة قبل ان يباغته مجهولون بوابلا من النيراني سقط على اثرها قتيلا على الفور عادة لاذا المسلحون بالفرار بعدها بساعات اطلق مسلحون النار على مدنيا يدعى تركيب سنكر في مدينة القطن القاربة من سيئون واصيب بجروح بالغة وقبل ايام كان مسلحون قد اغتالوا مواطنا وجنديا في شبام وسيئون يحدث ذلك رغم تجديد محافظ حضر موت اللواء فرج البحسن في اجتماعه بقيادة الالوية الوحدة العسكرية مؤخرا على ضرورة اليقظة في نقاط التفتيش والمواقع مشيرا الى ان المعركة مع جماعات الارهاب ما زالت مستمرة ارتخاء قبضة القوات الامنية في السيطرة على الوضع جعل دائرة الانفلات الامنية تزيد اتساعا وسط اتهامات للحكومة ودول التحالف بتجاهل تأهل عناصر الشرطة في المقابل تتصعد الاصوات الموالية لما يسمى المجلس الانتقالي الجنوبي بضرورة نشر قوات النخبة الحضرمية الموالية الامارات في حضر موت الوادي بعد تواجدها في مديرية الساحل وبحسب هذه الاصوات فان تلك القوات ستكون كافلة بضبط الامن وايقاف مسلسل الاغتيالة ويفقى مصدر امنيا في المحافظة فان السلطات ترفض نشر قوات النخبة الا اذا كانت مشكلة ان الجنود والافراد المنتمين لبلدات ومدن حضر موت الوادي اشتركوا في القناة